إن الإصلاح الديمقراطي من أهم الأولويات المستعجلة لاستياسة الأمريكية في ليبيا التي لا تزال تعيش في أزمات سياسية متراكمة خاصة في العقد الأخير ويظهر ذلك من دعوة وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل لمنافسة مفتوحة للمشاريع التي تعمل على تحسين مبدأ المساءلة والعدالة وتعزيز سيادة القانون في البلاد وأوضحت إدارة الرئيس بايدن في الإعلان الخاص بالحالة الليبية أن أهداف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان تتمثل في تعزيز الجهود التي يقودها المجتمع المدني من أجل توثيق وإنشاء سجل لانتهاكات حقوق الإنسان بهدف إثراء جهود تقصي الحقاق والمساءلة مستقبلاً وخصصت الخارجية الأمريكية مبلغ مليون ونصف مليون دولار كصقف أعلى للعروض المتقدمة على هذه الصفقة وتنفيذها في مدة لا تزيد على أربعة أعوام والعمل مع الجهات الدولية والمحلية على تطبيق برامج مجتمعية في ليبيا مشيرة إلى خمس بنود يجب العمل عليها أولها دعم البرامج والأنشطة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى بدل جهود لدعم مورنتها وسلامتها لإكمال هذا النوع من العمل والثاني دعم الجهود المبدولة لإنتاج وثائق شاملة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية والحفظ الآمن لتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان أما الثالث والرابع فقد ركز على دعم أصوات المجتمع المدني الليبي وتوسيع خطاب العدلة بين الليبيين والمجتمع الدولي ودعم إنشاء شبكات الإحالة بقيادة ليبيا لتعزيز وصول الخدمات إلى الناجين بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية أما البند الخامس يتمثل في إنشاء شبكات من مجموعات الضحايا لتسهيل جهود المناصرة لتوحيد المطالب مطالبة المتقدمين لهذه المنافسة بتقديم الدروس المستفادة من البرمجة السابقة في ليبيا هذا وأقر مجلس النواب الأمريكي نهاية العام الماضي مشروع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يهدف إلى وقف التدخل الخارجي وترويج الديمقراطية وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي إن النظام السياسي الديمقراطي شرط أساسي وضروري لاحترام حقوق الإنسان والذي حظي باهتمام كبير في الأوساط العربية والعالمية إذ كان لا يزال الاهتمام بملف حقوق الإنسان وحمايتها يأتي ضمن سياسة القوة الناعمة الداعية لتغيير السياسي في البلاد